أعربت رئيسة وزراء الدنمارك عن شكرها العميق لمصر إذا اهتمامها الشديد بقضية المناخ التي تخدم المنطقة والعالم أجمع مشددة على ضرورة التركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة لمواجهة التغيرات المناخية حول العالم وشددت رئيسة الوزراء الدنماركية على أن مصر لها القيادة في ملف تغير المناخ إقليميا وعالميا أعتقد أن مصر لها القيادة فيما يخص قضية تغير المناخ ليس فقط بالنسبة للمناخ ولكن العالم أجمع لذلك أشكركم شكرا شخصي للقيام بهذا الدور وأعتقد أننا قد عملنا على مدى التعاون الطاقة فيما يبيننا في المستقبل ويمكن أن نكفل التركيز على الطاقة المتجددة معنا وبالطبع على الطاقة الأخضر